دانا رئيس اقليمي كردستان العراق نجيرفان برزاني بشدة الهجوم الذي استهدف قوات التحالف الدولي في معسكر التاجي ببغداد وقدم برزاني في بياننا تعازل أسر الضحايا ودولهم مؤكدا أن الهجوم يضر بمصالح العراق ويعرض الوضع في البلد للخطر مشيرا إلى أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا وما زال داعش يمثل تهديدا جديا لأمن العراق والمنطقة الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة بغداد الخبير الأمني والإستراتيجي الدكتور هشام الهاشم دكتور هشام شكرا لقبول الدعوة بداية السؤال الأبرز لماذا لم تتبنى كتائب حزب الله والنجباء العملية على الرغم من أنهما باركا هذه العملية الإدارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله كيف تقرأ هذا الموضوع؟ نحن نعلم بالتأكيد هناك مواطئة من دوائر معلومات وبعض ضباط الاستخبارات العراقية مع هذه الفصائل خارج إطار حيات الحديث الشعبي بالتالي ما درس في الساعات الماضية في تحديد هدفين قد يكونهم من باشر بهذه العملية هم كتائب حزب الله النجباء وكتائب حزب الله العراقي بالتالي أظن تسريب لهذه المعلومات بدأت هذه الفصائل تنفي التهمة عن نفسها بهذا الشيء وتعلم أن غضب أمريكا سوف يكون أشد قسوة مما كان في عملية المطار وحتى عملية كيوان بالتالي أنا أظن هذا هو تبرأ من المسؤولية وفي نفس الوقت هو تكتيك فيه أنه تحفز الفصيل الذي يمكن تصنيفه مجهول لكنه على منهج كتاب حزب الله العراق وكتاب حزب الله النجباء هو من نفذ هذه العملية فهذه اعتراف ونفي في نفس الوقت طيب دكتور هشام قيادة العمليات المشتركة قالت أنها تعمل بجهد كبير لكشف الحقاق الآن هل ستخرج أو ستصدر نتائج من الموسى ستخرج من هذه التحقيقات نتائج ربما ستساعد القوات الأجنبية أو القوات العراقية بمعنى أصح أن ملاحقة هذه الجهات التي استهدفت القاعدة التاجي لأن تتعلم أن هذه القاعدة هي عراقية قبل أن تحوي لقوات التحالف هل تعتقد أنها ستصدر نتائج من الموسى نظن أنه في كل التحقيقات التي جرت ابتداء في مطلع هذا العام وصولا إلى اليوم هناك معلومات وتصور واضح لدى المحققين ودواء المعلومات والاستخبارات العراقية هذه حينما ترفع إلى صاحب القرار التنفيذي كتوصيات أو مقترحات أظن لا يوجد لدى صاحب القرار السياسي وأقصر القادة العام للقوات المسلحة إرادة واضحة في التصادم مع هذه الفصائل المتمردة خارج إطار هيئة الحجد الشعبي بالتالي القدرات موجودة سواء للقوات المسلحة التنفيذية أو لدواء المعلومات عن كشف وملاحقة هذه الجماعات لكن لا توجد إرادة سياسية واضحة في تنفيذ هذه مذكرات القبض أو حتى في تنفيذ عمليات التصادم المسلح مع هذه الجماعات دكتور هشاب هل سمعت أن هيئة الحجد نأت بنفسها عن هذا الهجوم؟ هل سمعت بهذا الشيء ربما؟ أو هل ستنأ بنفسها عن هذا الهجوم؟ يعني أنا أظن كمراقبين لهذه العمليات التي استمرت بـ 22 عملية إلى اليوم خلال هذا العام أظن فصائل وألوية الحجد الشعبي هي بعيدة كل البعد عنها لكن الكل يعلم أن كل المعطيات والمؤشرات تؤكد أن فصائل التي تعرف نفسها بمحور المقاومة خارج إطار هيئة الحجد الشعبي هي التي تتبنى مثل هكذا مواضيع ولو شاهدنا بعد كل عملية الحسابات على تويتر والفيسبوك المناصرة لهذه الفصائل سوف نجد لديها هاشتاغات يحتفلون بها بكل عملية طيب الرئاسات الثلاث منها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وصفوا عملية قصف المعسكر بالإرهابية بين قوسين وهذه ربما هذه أول مرة نسمع من الرئاسات الثلاث يصدر بيان بهذه الحدية هل هم فعلا أصبحوا إرهابين بنظر الحكومة العراقية؟ نعم هذا لأول مرة يتم تعريفهم بهذا الوصف بجماعات إرهابية أو جماعات مسلحة إرهابية يبقى على القضاء العراقي كيف يستطيع أن يكيف مادة خاصة لملاحقة هذه الجماعات على اعتبار أنها ليس لديها أي غطاء قانوني لحمايتها أولا في امتلاكها السلاح وفي استحواذها على مناصب عديدة من الدولة العراقية وفي عرقلتها الديمقراطية وتمكين الاستقرار في العراق طيب أيضا هناك شكوك عراقية وأجنبية بقدرة القوات الأمنية على الرد على هذه الميليشيات انتبه تتورط واحدة من هذه الميليشيات ولكن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال رئيس ترامب فوضني وأعطاني كامل الصلاحيات كافة للرد برأيك كيف سيكون شكل الرد؟ هل سيكون عراقيا أم أم أمريكيا بحث؟ أنا أظن ابتداء أستاذ معا أن العراقيين كالقوات النظامية لديها قدرات في ردع هذه الجماعات في أيام معدودة لكن لا توجد إرادة سياسية التي تتحكم بقدرات القوات المسلحة العراقية لتنفيذ هكذا مهام بالتالي أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية بمعية التحالف الدولي سوف تدافع عن نفسها بما هو مناسب وأظن أن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية لديها الكثير من تفاصيل أين سوف تكون الضربة وما حجمها ومساحتها البنتاجون أيضا أصدر ربما لمحا إلى أنه يدرس قرار لتسريع نصب منظومة الباتريوت الصاروخية الأمريكية في القواعد العراقية التي تتواجد فيها قوات التحالف برأيك هل سيصطدم بعقبات؟ يعجلا لو سمحت يعني أظن العراق حينما عجز أن يوفي بوعوده في حماية المستشارين والمدربين للتحالف الدولي الآن وجب على التحالف الدولي أن يحمي عناصره من هذا التمرد شكرا جزيلا دكتور هشام الهاشمي كنت معنا مباشرة من بغداد